هل ساتفت من قبل أنك تسحى بالتعب والفشل خاصاً بعد وجبة الأولى اللي هي وجبة الفطور؟ وذلك ربما لأن وجبة الفطور تعكرها هي غنية بالكربوهيدرات والسكر مثلاً لأنك تبدأ نهارك يعني بتناول كثير من الخبز أو الكرواسة وما شابه مع الكثير من السكر اللي هي مثلاً الشيكولا أو العسل أو المربى وما غير ذلك لذلك في عد ما تتناول هذه الأكلات جرب تناول الأكلات الغنية بالبروتيين مثلاً أبداً نهارك بالبيض أو المكسرات أو ليوت ناتور مع بعض الفاكهة إذا أمكن لأن هذه الأغذية رحي غنية بالبروتيين ورح تسمح الجسم تتعك بيتناولها بطريقة سالمة وطريقة صحية وجسم تتعك رح يحتاجها أيضاً مشتسوها بالجوع لفترة زمنية طويلة لذلك حتكون عندك الإنرجية كافية به تكمل نهارك إذا عندك أي سؤال خلنا لي كومنتر ورح نجاوبولك على أي سؤال يعني بها نعاونوك وإذا شكت هذا الفيديو وراه مفيد جرب بارتاجيه خلي الناس أخرى تستفاد من المعلومات هذه ونتلاقوه إن شاء الله في الفيديو الجاي سلام